ترقب كبير يعيشه الشارع العراقي وهو يتابع مستجدات عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يأمل ان تكون مغايرة عن الحكومات السابقة وتعالج المشاكل التي عاشها العراق منذ 15 عاما فكلما ظهرت قائمة باسماء وزراء هنا وهناك قابلتها ردود افعال متباينة متفائلة تارة ومتشائمة تارة اخرى وسط هدوء على مستوى التصريحات التي تصدر من المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عدل عبد المهدي الكتل السياسية انقسمت بدورها الى عدة مواقف منهم من اعطى الحرية لعبد المهدي باختيار وزرائه ومنهم من التحق بذلك فيما تشير تصريحات غير رسمية الى حصول تلك الكتل على وزارات معينة في الوقت الذي تصر بعض الكتل والقيادات الحزبية وبشكل علني على حصتها في الحكومة المقبلة المحور الوطني تحدث عن ست وزارات من حصة المكون السني فيما يقول الكرد ان حصتهم يجب ان تكون اربع وزارات وبضمنها الوزارات السيادية بالنسبة لكليهما وكلاهما يهدد بالمعارضة ان لم يستجب رئيس الوزراء المكلف لشروطهم اقل من اسبوعين على انتهاء المدة الدستورية المحددة لتقديم عبد المهدي لكابينته الوزارية تقول مصادر انها خالية من اي نواب حاليين واخرى تشدد على استقلاليتها بينما يشكك في حقيقة ذلك نواب ومسؤولون اخرون فيما تشير التوقعات الى احتمالية طرح عبد المهدي تشكيلة وزارية منقوصة على مجلس النواب على امل اكمالها بعد حين ترجمة نانسي قنقر